موسيقى موسيقى لا إله إلا ما لا إله إلا ما أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على السلام حي على السلام حي على الفلا حي على الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحمن الرحيم ملك يوم الدين الحمد 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 لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله المتفرد كما كما وراد وكما ترون ولم يكن له شريك في الملك تعالى عن ذلك علواً كبيراً وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واحد في ذاته حقاً قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفن حد ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل واحد في صفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير واحد في أفعاله لا يسأل عما يفعله وهم يسألون كمن يقول لماذا والله يعلم وأنتم لا تعلموا واحد في أسمائه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه وهي الأسماء التي نطق بها فم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تسعة وتسعون اسماً ثم زاد البيانة فقال مئة إلا واحداً فمن أحصاها دخل الجنة من أحصاها أي من حفظها ورتلها أو كما قال سيدي ومولاي الشيخ إبراهيم من حاول أن يتأسى بها ويقتدي حسب ما يستطيع البشر فالله الرحمن فتحاول أن تتصف بالرحمة والله ستار فلا تفضح كل من تستطيع أن تفضحه فالله كريم حاول أن يكون بك كرم وهكذا إلا المنتقم فلا تقتدي به ولا تتشبه فتنتقم بل فتصبر على من تستطيع الانتقام منه لأن الله تعالى الحنان المنان يرزق العبادة ويعصيه الأكثرون ولكنه لا ينتقم منه وشروا لا إله إلا الله وحده لا شريك له قلت وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله ختم به الرسالة ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين برواية ورشن ختم الله به النبوة ورسالة فلا نبي بعده ولا رسول بعده وأشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة غمة الجهل والشرك والإعراض عن الله والحجاب وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلى الله عليه وعلى آله الغر الكرام وأصحابه الهادين المهتدين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس احتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه تعالى مراقبة من يعلم أنه يسمع ويراه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فهو الشهيد ولكن فهو الرحمن الرحيم الرؤوف حتى قال عليه الصلاة والسلام ليعلم الناس أن الدين ليس بعبعا يخيف الناس فقال كلكم يدخل الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى جعلنا الله ممن يطيعونه فيقبلون عند الله سبحانه وتعالى وعلموا يقينا أن الخير الحديث كتاب الله كتاب الله فيه نبأ من قبلنا وخبر من بعدنا وحكم ما بيننا وهو الفصل ليس بالهزم من قال به كما قال عليه الصلاة السلام صدق ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى الصراط المستقيم وهو الذي ما سمعه الجن حتى قالوا إنا سمعنا كتابا ووصفوه كما قرأنا جميعا وخير الهدى أو خير الهدي كما شئت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي من عصمه الله فهو معصوم فلا يأتي إلى مراد الله ولا يشتغل إلا بحب الله وعبادته وعب وحب عباده ولهذا وصفه الحق تعالى بنفس الوصف الذي وصف به نفسه فالله تعالى هو رؤوف رحيم والنبي عليه الصلاة والسلام رؤوف رحيم ولكن يقول لشيخي مولاي الشيخ إبراهيم بين الوصفين فرق لأن الله رؤوف رحيم بالاتصاف والنبي رؤوف رحيم بالاستمداد فالله بالناس إن ربك بالناس رؤوف رحيم أما النبي فهو بالمؤمنين رؤوف رحيم فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أما شر الأمور فهو معروف شر الأمور محدثاتها والمحدث قال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار في رواية مسلمة ولكن ما هي البدعة يا عباد الله البدعة عمل يحدثه الإنسان بقصد العبادة ليبدل به سنة ولم يفعله رسول الله ولم يقله ولم يفعل بين يديه فيوافق عليه هذه بداة ضلالة بيّنتها ليحضر المسلم حيث كان بأن يسمي السنة البدعة أو البدعة سنة وهذا ما يؤكد دور العالم المسلم والفقيه المسلم والداعية المسلم لكي لا يختلط الحابل بالنابل البدعة شر كلها ولكن شرط أن تكون بدعة والسنة هي الخير فلك يجب أن نعرفها ومن رحمة الله بعباده أن جعل شريعتنا الغراء سفينة النجاة لكل من وفقه الله للإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر كما صح في الكتاب والسنة ومن توجيهات القرآن الكريم قوله تعالى في صورة ذاريات بسم الله الرحمن الرحيم ففروا ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخرة إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسوله إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين آيات يكفي أن الله بدأها بقوله تعالى ففروا أيها الناس ففر أيها المسلم فري أيها المسلمة فروا إلى الله والفرار لبنى يكون من شيء لأجل شيء وإلى شيء نفر من نفوسنا التي تزين الباطئ أو تدبر عن الحق نفر من الشيطان الذي أعلن أن سيفسد الناس نفر من الجهل من التعصب من العنف من الضيق من التضييق والأصل في التضييق ضيق الباع كما قال ذلك العالم المريتاني وعدم الفهم والاتباع نفر من الخلاف نفر من العداوات إلى من إلى الله الذي هو الرغوف الرحيم نفر إلى الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شرح كل هذه المعلومات لو لا شرحه لما فهمنا ولكن الله بدأ بدشارة ففروا إلى الله كيف تفروا إلى الله الله منزه عن زمان دون زمان ومكان دون مكان فإلى أين تفره لو تبين لك أنه في مكة أو في واشنطن لتوجهت إليه بلا تعب لكنه الله قال لي شيخي مولاي إبراهيم اقرأ يا بني سترى قال الفرار إلى الله فرار إلى دينه إلى شرعه ولكن الآية أشارت حيث قالت إني لكم منه النذير المبين فرارك إلى الله وفرارك إلى صاحب الإنية هذه لأنك إن جاوزته لا ترى هديا ولا وحيا ولا رسالة ولهذا قال إنه رحمة مهدات عليه الصلاة والسلام إذا فرارك إلى الله وفرارك إلى دينه بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولو أردت أن تمنهجه أن يكون للفرار منهج سيكون معناه فر إلى من أنت في عصره تلقاه وقد فرغ من تأديب نفسه لأن فاقد شيء لا يعطيه فإذا وجدته تكون كمريض وجد طبيبا ماهرا مشهودا له لابد أن تقبل شروطه وتترك له عنات بك حينئذ لا ترى إلا خيرا أما مريض يقول للطبيب ويخاصمه لا أريد هذا الدواء ولا أن تتدخل في بطني فإنه مريض يخشى عليه من الهلاك ففر إلى الله أي إلى دينه وإلى ورسة أنبيائه الذين يعلمون الحلال والحرام والسنة والبدعة ويبينونها لله لا لنفس ولا لطائفة معينة والعبادة أيها الإخوة قال وما خلطوا الجن والإنس إلا ليعبدون الجن هم المخلوقات التي لا نراها في صورة عادية ولكن يمكن أن تتغير العالم والإنس هم كل بشر خلق الله خلق الله إذا فعل شيئا والفاعل إما أن يفعل لينفع نفسه أو لينفع غيره أو ليلعب وجل الله عن اللعب وهو غني عن العالمين إذن خلق لينفع الخلق ولذا قال ما أريد منه من رزقه وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق والله لو قاله هو الرازق لكفاءة ولكن هو الرزاق بالمبالغة لنعلم أن كل رزق حسيا حسيا ومعنوي منه سبحانه وتعالى فإن رزقه فإن الكسول يكتسبه فإن منعه فالجاد المجد الخبير لا يجد شيئا فلنلتج إليه فلنفر إليه سبحانه وتعالى فوالعبادة ما هي الخضوع لله وإسلام وجه له اقرأوا خوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة وسقا وإلى الله عقبة الأمور إذن أسلم وجهك لله بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لا بد من الشهادة لأن الله هو مصدر كل شيء ولكن رسول الله بإرادة الله هو الواسطة قال له البكري صادقا وأنت باب الله أن يمرئ وافاه من غيرك لا يدخل صبت هذا عندما رأى الخليفة عمر بن خطاب قبل خلافتي إذ في حالة رسول الله يقرأ صحفا فقال له عليه الصلاة والسلام ما هذا قال له مررت باليهود يقرؤون في توراتهم فأعجبني شيء فكتبته هذا لا بأس به ظاهرا لكن رسول الله سيغضب حتى كأنك فقعت الطماطم في عينيه فقال أتتهوكون عليها وأنا بين أظهركم هذا بمعنى ترضون بالمنزل الدنيا وأنا بينكم والله لو أن مصبنا عمران حي ما وسعه إلا اتباعي فأنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم ويريد أن يقول إن كتابا عملت عليها يد زمن تنقل منه بينما القرآن ينزل والله يقسم إنا نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظه فكيف تترك اليقين ثم تحاول أن تأخذ من غير اليقين فكان الشيخ إبراهيم رضي الله عنه يقول لمن يسلم من جديد الأديان كلها من الله دين الأديان السماوية ولكن قارن بين الحاكم الذي كان هنا في دكار منذ عشرة أعوام والحاكم الذي هو الآن يحكم لو رفضت قوانين هذا الحاكم ولم ترضى إلا بقوانين حاكم مضى وانقضى فما يكون مصيرك فالجواب معروف إذن قلقنا للعبادة والعبادة فرائض ونوافل الفريضة لا خيار فيها لابد أن نقبل عليها كما تقبل أجزاء الكون كلا على عبادة الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده إلا الإنس والجن لا ترى مخلوقا يعصي ربه إلا بعض الناس وبعض الجن ولهذا يجب أن يتذكر الإنسان أنه وهو يكابر ربه حتى دورته الدموية تطيع الله إذ لو عصت الله لمات إذن الفرائض معروفا والنوافل باب واسع وتفضي بك إلى محبة الله إذا أحببته كنته فالآن من أكد الفرائض الصلاوات الخمس الواجبة فلا عذر للعبد عن أداء الصلاة قائما أو قاعدا أو متجعا أو حتى يتصور أنني أركع لأن الأمر جد والصلاة صلة بين العبد وربه تذكروا العارف بالله من ناب عندما حن إلى مدينة شيخه ووصف صلاة إن قال يا لتلك الصلاة فهي صلاة ولذاك السلام فهو سلام يا لتلك الصلاة فهو صلاة ولذاك السلام فهو سلام والسلام غير الحرب وتذكروا حديث الإسلامي والإيمان والإحسان كما هو معروف ويتأكد الآن في هذه الأيام الاستعداد لشهر الصيام لأن الفرائض كلها متأكدة ولكن فريضة الحاضرة يجب أن نهتم بها والمسائل العلمية كلها مهمة ولكن المسائل التي تتعلق بالحاضر مراعاتها أيضا مهمة وعلى العبد المسلم على المشفق على نفسه إذا طرب رمضان وعليه دين من رمضان مضى أن يبادر لقضاء ذلك الصوم قبل أن تتراكم الديون لأن العبد لا يعرف متى ولا أين فرمضان أو شهر الصيام شهر البركة الآن أظل أقبل بخيراته ببركاته شهر صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يزاد في رزق المؤمن فيه رزقا حسيا ورزقا وعنى المؤمن والخصلة فيها يعني عمل تتطوع به يحسب فريضا والفريضة تحسب سبعين فريضة في غير رمضان شهر التجليات حتى أن بعض الصالحين كان إذا أقبل شهر شوال وكان رمضان ينتهي تراه حزينا كمن يفارق حبيبا لا يلقاه إلا بعد عام ومن يدري وكان بعضهم عند الإفطار يرتعدوا إذا سئل قال هذه لحظة يقبل الله فيها صوم بعض الناس ويرفض بعض الناس ولا أدري في أي فريقين أنا هذه مراقبة الصالحين فنسأل الله تعالى أن يرتخنا العناية بالقرآن في شهر رمضان وأن نكسر من الصدقات ومن ذكر الله وأن نصوم لله وأن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر بفترات المباركة في حياة الإنسان صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر فالله يضاعف الحسنات في كل عشر من ليلة رمضان فحتى ليلة القدر ويخير من ألف شهر فاتقوا الله عباد الله واعلموا أنكم ملاقوا واعلموا أن ما عندكم ينفد وما عند الله باق وأن الله تعالى هو رحمن الرحيم أرادنا أن نسعد فأنزل هذا الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ورضي الله تعالى عن شيخنا وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا واستغروا الله لي ولكم الحمد لله الواحب الواهب المنان الغفور الحنان أمرنا بأن نبتغي الوسيلة إليه فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة والوسيلة إلى الشيء ما يتوسل به للوصول إليه وأرجو أن يتنبه القارب والسامع يا أيها الذين آمنوا في الكتاب الكريم يقول حبر الأمة عبدالله بن عباس رضي الله عنهما إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغي له سمعك فإنه شيء تؤمر به أو تنهى عنه أما يا أيها الناس هو لكل الناس والأهل المكة خصوصا يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله إذن هناك إيمان اعترف الله به وتقوا اعترف بها ولكن خطوة إلى الأمام وابتغوا إليه الوسيلة آية جديرة بالتدبر إذا كنت مؤمنا متقيا أمامك مراحل لأن الخير لا ينتهي فابتغي إلى الله وسيلة والوسائل إلى الله كما قال الشيخنا تدور على سلاسة أقطاع الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا لله والنتيجة أن تفسر القرآن بالقرآن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إذن من أحبه الله فقد وصل وقضب الآخر أن تداوم ذكر لله أن تلزم أهل ذكر لله فسر القرآن بالقرآن فتقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه والقطب الثالث أن تلازم من أناب إلى الله وصحت إنابته قال تعالى تفسر القرآن بالقرآن واتبع سبيل من أناب إليه اتبعه لأنه من خالط المريض ولم يحمى لا بد أن يمرد وكذلك جليس أهل الخير يظفر بما عندهم من خير فإذن تقول الله تغيئي وسيلة وكل هذه الوسائل تتجمع في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الباب والله دعانا إليه وصرح يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه أهمية الإذن بعد الإذن قال وسراجاً منيراً كلما صح إذن أشرق النور بالتأكيد إذن هو الوسيلة وقد نصحنا بأن نكسر الصلاة والسلام عليه لفائدتنا الله تعالى قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً فنبهنا لنحرص لنسابق إلى الخير نستبق الخيرات فقال من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشراً ومن صلى عليه عشراً صلى الله عليه بها مئةً ومن صلى عليه مئةً صلى الله عليه بها ألفاً وفي رواية ومن صلى عليه ألفاً زاحمت كتفه كتفي على باب الجنة لأنه عندما يدخل جنة لا ينتظر الرسول بل يدخل وإياه وهذا دليل أنه سعيد سعادة أبدية اللهم صلى وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيد الأولين والآخرين طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي بكر وعمر وعزبان وعلي وسائر العشرة المبشرين بالجنة وعلى غيرهم من أهل بدر وأحد وفتح مكة وبيعة رضوان أولئك الذين رضي الله عنه ورضوا عنه ونسأله تعالى به صلى الله عليه وسلم وبأصحابه وبالسبع المثاني والقرآن العظيم أن ينظر إلى جمعنا نظر الرحمة والرضا رضا لا سخط بعده وأن يتجلى على عباده في العالم كله تجلي الرحمة لأن البشر كلا حتى الأقوياء يضيون بالشكوى من الأزمات والأزمة لا يحلها إلا الله فإنه لا منجى ولا ملجأ من الله إلا إليه فاللهم هذه أيدينا ممدودة إليك فاقبلنا واغفر لنا وتب علينا وتولنا فيمن توليت وآفنا فيمن عافيت وقنا الشرور والآفات ولا تؤاخذنا بما فعل الصفهاء منا إن هي إلا فتنة تضل بها من تشاء وتدي من تشاء أن تولينا فاغفر لنا وارحمنا وعلمنا المحبة محبتك ومحبة أنبيائك ومحبة بني البشر كلا نقتدي بشيخنا إبراهيم الذي قال لنا قير ما مر إني لأنظر إلى ابن آدم نظرة يستحيل معها البغض والسلام عليكم ورحمة الله أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهر أن لا إله إلا الله وأشهر أن محمد رسول الله هيا على السلام خلال ولا خطامة السلام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن في خلق السماوات والأرض والخلاف الليل والنهير لآيات لأولل الباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فخدخ زيته وما لظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنا من بعبكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرير ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك وَلَا تُخْزِنَا يُومَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادِ الله أكبر الله أكبر سمع الله ربنا وداف الحمد شكرا ربنا الله شكرا ربناع والله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحضل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النير فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياتي لعلكم تهتدون الله أكبر الله أكبر سميع الله ربنا ولاك الحق الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم الله هعى السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله موسيقى هو لها حيث لك أن يساعد لكم سبقا فيا ساعة لكي فتحكم في العرب ما قاله ويقال بلقية سوف يتعلم بها نجد لك فتحكم في جهازه الله ورسوله مرحبا مع السلام فتحكم في العرب الشيء يحدث على الربعة عنها فهالا يسقط بها حتى المبارسة للتطبيق على سيد ماذا تتفيد لكن أيضا أن الوضع والبوضع سيبقها من البلس المنزل ويبقى الanı الضحى الذي يطعبه بإغاية جديدة موسيقى ولماذا؟ ولماذا سنة ولماذا؟ في القصة ما؟ ومن يتعرف المسلمين في ذلك الم derniهة للحساء عبد الله الغير يتفقد الله الله يتطلب الله سنة الله سنة الله ومن يتقل فون أشكر الله سنة الله شخص سوف يكون قد ذلك فقط الحمد لله استطيع الى الحمد لله لأن نسانة فيidis شكرا في الأشخاص فلي تكون سوف جيف السبب أن نقول الكرام علي교 سوف يكون لغاية لن يساعد لهم يساعد للنقاء المترجم للقناة 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 اتوقع الذهب من الجميع و حيث يتوقع اللهم والإجابة. نحن أن تحديد الطبي فإنه مكان أغغاب ويحدثني أنني... يا رب państwo أنني نحن للم المعرب أن كنت توقيت لأجل ذلك الله كنت تشعيد ترجمة نانسي قنقر برها مباؤن وراؤن ألفن ثمها ميمون مجالفايدو تيجن جوخنو نيونا